السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من صفر إلى تسعة عشر قراءة وكتابة وتمثيلاً إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً أتدرب أولاً أكتب العدد في اللافتة المجموعة الأولى تضم عشرة عناصر المجموعة الثانية تضم أربعة عشرة عنصراً المجموعة الثالثة تضم إثنى عشرة عنصراً المجموعة الرابعة تضم ثمانية عشرة عنصراً أنسخ الأعداد في الجدول عشرة نكتب صفر في خانة الآحد وواحد في خانة العشرات أربعة عشر نكتب أربعة في خانة الآحد وواحد في خانة العشرات إثنى عشر نكتب إثنان في خانة الآحد وواحد في خانة العشرات ثمانية عشر نكتب ثمانية في خانة الآحد وواحد في خانة العشرات ثانياً أكمل كتابة الأعداد بالحروف أو بالأرقام ثالثاً أشطب العناصر الزائدة لأحصل على العدد المطلوب المجموعة الأولى بها ثمانية عشرة عنصراً والعدد المطلوب تسعة إذن نشطب تسعة عناصر للحصول على مجموعة تفي المطلوب المجموعة الثانية تضم أربعة عشرة عنصراً علينا أن نشطب ثلاثة عناصر لنتحصل على العدد المطلوب وهو إحدى عشر المجموعة الثالثة والأخيرة بها تسعة عشرة عنصراً والعدد المطلوب ستة عشر لذا سنشطب ثلاثة عناصر أوظف أكتب قيمة كل مبلغ في اللافتة ثم أعمر الفراغات بما يناسب ما تملكه نور أربعة قطع نقضية مجموعها يساوي خمسة زائد خمسة زائد اثنان زائد اثنان يساوي أربعة عشرة مليم محمد يملك قطعتان فقط ومجموعهما يساوي سبعة مليمات بينما تملك مريم أربعة قطع مجموعهما يساوي خمسة زائد واحد زائد خمسة زائد واحد يساوي اثنى عشرة مليم زاد الأب لكل طفل قطعة نقضية من فئة خمسة مليمات صار محمد يملك سبعة زائد خمسة يساوي اثنى عشرة مليمان صارت مريم تملك اثنى عشر زائد خمسة يساوي سبعة عشرة مليمان صارت نور تملك أربعة عشر زائد خمسة يساوي تسعة عشرة مليمان أقيم أكتب الأعداد الناقصة على المسطرة ثلاثة ثمانية احدى عشر اثنى عشر ستة عشر سبعة عشر تسعة عشر تسعة عشر